فيما شهد مجلس الأمة ولا يزال حزمة قضايا ساخنة على مدى عامه البرلمانية الذي ابتدأ في يناير 2018 تراجع تحقيق تقدم على مستوى الإجهزة التشريعية عن الفصلين البرلمانيين السابقين وتسيد المجلس جدل واسع بشأن قضية الاستجوابات وملف إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطباي الذي يتواصل بالتفاعل إلى جلسة الثامن من يناير المقبلة ويترقب المراقبون أن يطوي مجلس الأمة صفحة هذا الملف على وقع حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بإبطال المادة السادسة عشر من اللائحة الداخلية التي سند إلى المجلس في رفض إسقاط عضوية النائبين وأخذت قضية الأمطار التي شهدتها البلاد وتدعيتها حيزا كبيرا من اهتمام المجلس عبر لجان التحقيق البرلمانية وكان من تدعيتها استقالة وزير الأشغال السابق حسام الرومي وعلى وقع التعديلات الوزارية التي أتت بأربعة وزراء جدد يختم مجلس الأمة عامه الماضي ويدخل عاما جديدا محملا بآمال الإنجازات التشريعية في مقابل تهديد ووعيد يطار دانا الوزراء الجدد والقدامة شهد عام 2018 ختام دور الإنعقاد الثاني وقيام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بافتتاح دور الإنعقاد الثالث في الثلاثين من أكتوبر الماضي ووجه سموه في النطق السامي رسائل عدة إلى النواب في مقدمتها دعوة السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى استكمال مسيرة إنجاز قواني الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل كما شدد سموه على ضرورة الحرص على النظام الديمقراطي الذي تتمتع به الكويت ومنددا سموه بالممارسات السلبية والمشاريع العبثية التي لا تخدم مصلحة الوطن بل تسعي للتكسب الانتخابي سمو أمير البلاد أكد أيضا على أن حرية الرأي والتعبير سمة من سمة المجتمع الكويتي لافتا إلى أن الحرص على استمرارها أمر لا يقبل المزايدة الدبلوماسية البرلمانية الكويتية خلال عام 2018 حققت قدما ملموسا على المستوى الإقليمي واختار ملتقى المثقفين المقدسي في مدينة القدس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم شخصية عام 2018 بلا منازع مؤكدين أن اختياره جاء مستحقا نظرا إلى مواقفه الصلبة في المنتدية الدولية حيث وقف مدافعا عن الحق الفلسطيني كما فاز وكيل الشعبة البرلمانية الكويتية ناب ركان يوسف النصف بجائزة تميز البرلماني العربي بعد ترشيحه من قبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لهذه الجائزة عن فئة الأعضاء وقد فرضت قضية مكافحة الفساد نفسها كأحد العناوين الرئيسية في دور الإعنقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر في ظل إصرار نيابي على فتح عدد من ملفات الفساد ووضع عدد من القوانين تحت مشرة التعديلات التشريعية ومن الخطوات الملموسة التي اتخذها مجلس الأمة في دور الإعنقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر إقرار قانون منع تعارض المصالح بعد اثنى عشر عاما من محاولة إصداره ويعتبر خطوة مهمة لمكافحة الفساد المالي والإداري ترجمة نانسي قنقر